موسيقى اهلا بكم اعلان حزب القوات اللبنانية ترشيح رئيسه الدكتور سمير جعج على رئاسة الجمهورية تصدر الصحف بيروت التي تابعت ايضا السجال النيابي حول اقرار سلسلة الرتب ورواتب هذان العنوانان وسوى هما ساناقشهما في حلقة اليوم مع رئيسي حزب السلام الاستاذ روجي ادي سباح الخير جديد اهلا وسهلا فيك بطبع بموضوع رئاسي رح نبدأ وتحديدا من خلال كاريكاتور لارمان حمسي بجريد النهار تحت عنوان جعجع اول من يعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية رسم دكتور جعجع يقص شريط الافتتاح على ممار يوصل لحلبة مصارعة ثم الى كرسي الرئاسة اولا خطوة دكتور جعجع هل فعلا رح تدشن المنافسة على الكرسي الرئاسي ام ستبقى يتيمة شوفي اهمية الخطوة ان يعلن ترشيحه الاعلان الترشيح اصلاح الحزب اعلن بالهالمرحلة هذه اعلنت ترشيح اهميته لانه بالانون ما فيه اعلان ترشيح ولا فيه ترشيح لرئاسة الجمهورية بس انا بذكر عام 1987 اعلنت ترشيح لانه كان اعتبرت انه مهم اذا كان بدك تتوجهه للرأي العام ولو كان الناخب ليس الرأي العام لازم تقوليله انك انت مهتمة انك كوني بهالمركز المسئولي الكبير وتقوليله شو هي المبادئ اللي على اساسها بدك تحكمه اذا كان وصلت لرئاسة الجمهورية فهيدا شأن طبيعي بعدان فيه مرشحين لرئاسة الجمهورية الصحف عن متى شغلتها انها تتسلى باسماؤن وباسطلعات رأي تظهر تقدمون او تراجعون ايه والمؤسسات اللي بتشتغل بتسويق الشخصيات اللي بتحب ترشيح لرئاسة الجمهورية عم بتحط موازنات لانه هيدا موسم مثل موسم الانتخابات فكله مهتم فنخبي حالنا وراه اصبعنا انه ما حدا مهتم برئاسة الجمهورية لا مفروض انه كل شخصية عنده تاريخ وعنده رؤية وعنده مشروع تقدم وتطرح الرؤية والتاريخ والمشروع هلا الرأي العام هل له دور او ليس له دور اه انا باعتقادي للرأي العام دور بعد الانتخاب ليس قبل بهل معنى استاذ ادي حضرتك هل يعني عم بتقول انه من يرغب او من يريد ان يخد هذا الاستحقاق عليها ان يعلن هل انت من هؤلاء انا اعلنت بال87 طبعا ايه هلا اليوم انا مشروع رئاسي انا مشروع رئاسي مجهز لذلك اولا انا خلال اربعين سنة عمل اطعاطة الشأن العام نعم خلال مرحلة الاولى يعني لغاية عام 83 على الاقل عم بعمل معارك العميد ريمو قدي من او خاص معركة ال64-70-76-82 بعرف انه فيك تكوني افضل مرشح ويكوني عندك افضل العلاقات وتكون سمعتك من افضل السمعات وتكوني انت ضمير لبنان ويكون حظك برئاسة الجمهورية صفر لانه اولا بدك انت تقبل بشروط اللي عم بتصير فيها اليقاسة الجمهورية العميد ريمو قدي ما قبل بها الشروط بال76 واضطر للهجرة فيما بعد طبعا بال82 كمان ما كان وارد عنده انه يقبل بالشروط واليوم نفس الشروط بعد عم تنفرض ام التغييرات فرضت شروط مختلفة انا بال87 كنا متأملين من هيك انا رشحت نفسي كنا متأملين بتطور معين رشحت على اساس نعم المجلس تعاون مشرقي على اساس مشروع اقتصادي متجدد وتحليل الاقتصاد اللبناني مما تم عليه من تأميم في الكهرباء وفي كل المرافع العامة عبر المصر في المركز كان في عندي رؤية معينة حبيت اني سوقها لانه كمان مناسبة لتسويق رؤية انتبهي لان بيكون الترشيح بحد نفسه عامل مؤثر في صياغة المبادئ اللي على اساسها الرئيس المنتخب بده يكون عنده شعبية او ما عنده شعبية يكون مقبول او غير مقبول قادر على التأثير او غير قادر على التأثير بهالموضوع اعتبرت جريدة المستقبل تعليقا على ترشيح دكتور جعجع انه من الطبيعي ان يترشح الدكتور جعجع لمنصب الرئاسة وطبيعي اكثر الترحيب بذلك الترشيح واشارت الى رئيس الحريرية لسؤل اكتر من مرة عن الموضوع وكان يجيب في كل مرة مرشحنا سيكون 14 ادار انتلاقا من ذلك فان تيار المستقبل يرحب بترشح جعجع وباعلان اي مرشح اخر من قوة 14 ادار ترشيحه انا بالامس غردت بالترحيب بترشيح الدكتور سامير جعجع عمين عام ورئيس الاجئة الترفيزية باهم حزب للحزاب اللبنانية وادا شي طبيعي بس بالنسبة للشيخ سعد الحريري عمل اكتر من هيك الشيخ سعد الحريري هو اول من غرد بان دكتور سامير جعجع مرشحه لرئاسة الجمهورية اذا على ماذا يراهن او يلمح خصوم دكتور جعجع السياسيين لجهة وجود افتراق بالموقف بينه وبين الرئيسات الحريري ما بعرف هذه السياسة بالسياسة انت بتحاول اتخذ في الخي وخيه هاك هذا بالطبيعي بعدها لو ما مثلا العماد مش هلعون اللي هو مرشح لرئاسة الجمهورية ومش مخفيها هلأ يمكن ما يعود مرشح لانه قال اذا تقدم دكتور جعجع ترشيحه هو لن يترشع يعني هذي شطرات هو شاطر بالعماد عون بهالامور بس بالنهاية معروف انه العماد عون من المرشحين الرئيسيين ليش او باش هذي اول مرة هذي تلت مرة فالعماد عون مرشح لرئاسة الجمهورية العماد عون لو كان مرشح لرئاسة الجمهورية قبل ما تحول الى فريق النظام السوري وحزب الله لمن كان هو حامل راية الحديث عن الاحتلال السوري للبنان وراية رفض حزب الله كالتنظيم مسلح ينطقس من سيادة لبنان كان وصل لا كان بيكون اخبار مثلا عم تتعاطى معه مثل ما عمل تتعاطى مع ترشيح الدكتور جعجع اذا بالنهاية هذي السياسي وطبيعي انه يكونوا اتنين مرشحين اتنين من القيادات اللي مؤهلة لان تترشح قلت استاذ ادي انه في شروط قد يعني تمنقول تفرد قد وظروف المعركة يعني زروف شو هي اليوم شروط اللي ممكن تنفرد على اي مرشح لرئاسة ما في شروط هلا نتبهي بالعهد الوصاية السورية كان الشرط الاساسي المفروض امريكيا واقليبيا نعم ان يكون الرئيس مدين لسوريا ومرجعيته نظام السوري اليوم ما عاد هلوان نتغير لان اول شي ما عاد فيه نظام سوري فيه نظام بمعركة مع فئات عديدة نعم اصلا بالالف بوقت انتخاب رئيس سليمان كان بعده هذا الشرط طبعا ما في شك كان بعده طبعا نظام السوري كان شرط ماشي قيادة قائد الجيش ان كان بشلعون او كان العماد السليمان او غيره نعم او العماد اهواجي كان بعده هو اللي ممسك بالقرار نعم ودولية بموافقة دولية نعم هيدا منذ عام 1984 اليوم تغير هذا الوضع اليوم عليها ان يكون مدينة ايمان لبعض سوء الخيار الاسرائيلي بين 82 و84 هيدا كان الوضع بموافقة دولية نعم ما هيك وقبل منها هيدا كان الامر لانه كانت الولايات المتحدة الامريكية معتمدة على النظام السوري حتى يكون الضابط للحرب في لبنان في لبنان حتى ما تخرج من لبنان والضابط لتطور المقاومة الفلسطينية وبالنهاية لتعجيز المقاومة الفلسطينية هل من اليوم مين اخذ دور وقد وفقة في ذلك مين اخذ دور النظام السوري اليوم ما في حدا اخذ دور حدا يعني اليوم نحن بحالة بحالة فوضى قيد التطور والتكابر والانتفاخ يعني اليوم نحن كل شي بهمنا ان نحمي نحن لبنان من الفوضى التي قامت في سوريا والتي اسقطت الدولي الكيال السوري والتي ننظر اليوم الى ما ستقول اليه سوريا ما بعد سوريا بدي ارجع هون بالحديث عن الظروف او الشروط تلك التي رفضها العميد ريمو اده ماذا كانت يوم ذاك لا بسيطة ال76 مثلا كان كان الشرط اللي وضع على العميد ريمو اده انه يقبل بالوصاية السورية لا اكتبوا الاخر منذ تلك الايام لا فرفض العميد ريمو اده هالشرط واكتر من هك دخلوا السوريين عسكريا مباشرة على الارض اللبناني تألف العميد ريمو اده مع الرئيس رشيد كرامي ومجموعا من القيادات ورؤساء الوزراء السابقين جبهة واعلن في السابع من حزيران في حينه يوم دخول هاي دي مش نذكر بجنرال دوغول وبيعلانة جنرال دوغول في يوم دخول الجيش السوري رسميا الى لبنان اشتركوا في القناة